الفرق أن الرجل من أول دقيقة في التعارف الهدف عنده واضح الرجل من أول دقيقة عارف إيش يسوي وعارف وين رايح في التعارف طيب المرأة لا الوضع مختلف المرأة الرؤية عندها غير واضحة والهدف غير واضح طيب إذن المرأة شو نيتها من التعارف العنوان العريض من التعارف نيتها تسلية أو يعني فاضية ما عندها وقت فبتسولف أو تبت تعرف تحب تكتشف أو فضفضة شفتوا هذا الكلام اللي قاعد أقوله في جانب النساء في جانب الرجال هذا كله غير موجود الرجل لا تسلية ولا فضفضة الرجل عنده هدف ما دخل يتعرف إلا لهدف والهدف مرسوم في رأسه ويبدي شوي شوي يختبر اللي قاعد يتعرف عليها هادي تحقق الهدف اللي براسه ولا ما تحقق ولذلك تشوفونا يتعرف 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 أنا بعض البنات يسألوني يقول والله ش حلونا وعلاقتنا طيبة وحلوة وعبر عن حبه ليه وصار لنا شاء بعدين فجأة قطع شلوان قطع شفي هذا شعلان ما قطع إيه لأنه أنت ما تعرفين الهدف مختلف وهو كان يسحب 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 قاعد يتعرف قاعد يدخل فيكي بعمق 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 لما اكتشف بعد شهر أنت لا تصلحين للمخطط الذي في رأسه